أعلنت القوات البحرية الليبية أنها ستدافع عن سيادة ليبيا على مياهها الإقليمية بوجه ما وصفته بالاختراقات المتكررة لها من شفن الصيد الإيطالية فيما أكد بيان صادر عنها بأنها تصدت لأربع شفن إيطالية في محيط مدينة الخمس وطاردتها في المقابل استنكرت روما إطلاق خفر السواحل الليبيين طلقات تحذيرية على السفن المذكورة نذر توتر قديم متجدد تلوح بين ليبيا وإيطاليا مع أعلان البحرية الليبية عزمها على حماية حقها السيادي في وجه الاختراقات المتكررة لسفن الصيد الإيطالية وفق تعبيرها ولم يقف تحذير البحرية عند هذا الحد وإنما أسهبت في وصف واقعة مطاردتها على مدى ثلاث ساعات لأربع سفن صيد إيطالية في محمية صيد ليبي على بعد ثلاثين ميلا بحريا شمال مدينة الخمس وكيف أطلقت النار بشكل تحذيري في الهواء قبل أن تتمكن من السيطرة عليها وتفتيشها بوجود فرقاطة عسكرية إيطالية نافية صحة ما ذكره ربان وحدى السفن عن إصابة عنصر من طاقمه بالطلقات النارية وأشارت إلى أنه أصيب بعد ارتطامه بنافذة السفينة وأنه قد جرى إسعافه قبل الإفراج عنها غير أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو انتقد إطلاق خفر السواحل الليبيين غير المقبول لطلقات تحذيرية فيما تبدو المناشدات الإيطالية غير قادرة على إقناع سفن الصيد السقلية على ما يبدو بتجنب المياه الليبية على الرغم مما فجرته أزمة احتجاز 18 صيادا بينهم ثمانية إيطاليين في سبتمبر الماضي على يد قوات الجيش الوطني الليبي من توتر بين البلدين ويبدو أن السواحل الليبية الشاسعة والغنية بثروتها السماكية فضلا عما عانته البلاد من فوضى أمنية بسبب النزاع طوال سنوات قد جعلا منها محط مطامع الصيادين من دول الجوار بمن فيهم المصريون والإيطاليون الذين اعتادوا على ارتيادها لاستياد الجنبري الأحمر الفاخر الذي قد يصل سعره إلى 60 يورو للكيلوغرام الواحد